مشاهدين الكرام في مصر وفي كل مكان أسعد الله أوقاتكم بكل خير وإليكم هذه التغطية الإخبارية من مباشر 24 أقدمها لحضراتكم أنا رائد حاكم فأهلا بكم دائما ما كانت العائلة المالكة بالأردن لها قرارات غريبة وجريئة تلك القرارات كانت خاصة باختيار الزوجات أو الأزواج من خارج الأسرة المالكة كما جرت الأعراف والتي بدأها الملك الحسين بزيجاته المتعددة منهم بريطانية وهي أم الملك الحالي ثم سلك الكثير من أولاده وأحفاده طريقه منهم الأميرة إيمان والتي اختارت رجل أعمال يوناني من أسرة مسيحية تلك الخطوبة التي أثارت الجدل في الأردن مما خفض صدمتها قيام ولي العهد الأمير الحسين بزواج تقليدي يحفظ العلاقات الأردنية السعودية هذه العلاقات التي كانت تدعم طموحات الأمير حمزة في الحكمة في عام 2021 فما هي تفاصيل أعراس الأسرة المالكة الأردنية وأين وصلت خلافاتها وإلى التفاصيل أيام قليلة وتبدأ الأعراس الملكية بالأردن الشقيق حيث أعلن الديوان الملكي أن موعد عقد قران سمو الأمير الإيمان ابنة الملك عبد الله الثاني ملك الأردن على السيد جميل أليكسندر تيرميوتس وذلك في التاسع عشر من شعبان لعام 1444 هجريا الموافق للثاني عشر من أذار لعام 2023 ميلاديا أذى وقد أثار إعلان الديوان الملكي الأردني في يونيو العام الماضي خطوبة الأميرة إيمان وجميل أليكسندر تيرميوتس تفاعلا وتساؤلات بين النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي ذلك عن ديانة خطيب الأميرة إيمان عبد الله الثاني وكان ذلك السؤال هو الأكثر بحثا على جوجل من قبل النشطاء ورغم عدم توفر معلومات وافية عن هوية خطيب الأميرة إيمان ابنة الملك الأردني التي باتت حديث الشارع إلا أن مصادر مطلعة كشفت أن صهر الملك عبد الله الجديد يعتنق الإسلام رغم أصوله اليونانية وجميل أليكسندر تيرميوتس كما ذكرت وسائل إعلام أردنية أنه ولد في العاصمة الفنزولية كاراكاس في عام 1994 وهو من عائلة مسيحية ذات أصول يونانية لديه أخ وأخت أليكسا وفارسا وهو حاصل على درجة الباكالوريوس في إدارة الأعمال ويعمل في قطاع الخدمات المالية في مدينة نيويورك الأمريكية وأعلن إسلامه قبل إتمام خطبته للأميرة إيمان وغير اسمه من خايمي إلى جميل ويعمل جميل أليكسندر تيرميوتس في قطاع الخدمات المالية في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية وفقا لتقرير لقناة المملكة وأضفت المصادر أنه يعيش في نيويورك بأمريكا بسبب ظروف العمل ومن المتأقع أن تعيش الأميرة إيمان معه في الولايات المتحدة عقب زفافهما أما الأميرة إيمان بنت عبد الله الثاني ابن الحسين بن طلال فقد ولدت في السابع والعشرين من سبتمبر لعام 1996 وهي أكبر ابنة وثاني أنجال العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني والملك رانيا ولديها شقيقين وشقيقة واحدة وهم الأميرة سلمة وولي العهد الأمير الحسين والأمير هاشم وجدها لأبيها والملك حسين وجدتها لأبيها الأميرة مونة الحسين ثاني زوجات الملك الحسين وجدير بالذكرى أن الديوان الملكي الأردني أعلن في الحادي والثلاثين من ديسمبر العام الماضي أنه سيتم معقد قران صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني على الأميرة رجوة خالد السيف من الأسرة الملكة بالسعودية في الثاني عشر من ذي القاعدة لعام 1444 هجريا الموافق للأول من يونيو لعام 2023 الذي اعتبره بعض المحللين ارتباطا سياسيا بامتياز لأن زواج الأمير الحسين من الأميرة رجوة سيكون له في المستقبل القريب أثره الإيجابي على العلاقات الحالية بين الأردن والسعودية هذا ويتردد أن الأمير حمزة بن الحسين لا يحضر الأعراس الملكية بسبب خلافات قائمة بينه وبين الملك الحالي والتي على إثرها تم وضعه تحت الإقامة الجبرية لفترة ثم ضاعت آمال الأمير بالخطوبة السياسية لولي العهد الحسين بن عبد الله الثاني من أميرة السعودية وذلك بحسب وكالة رويترز للأنباء مشاهدين الكرام إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه التغطية الإخبارية المباشرة والحية عبر قناتكم مباشر 24 أشكر لحضراتكم طيب المتابعة على أمل اللقاء بكم في خدمات إخبارية لاحقة سعدت وشرفت بالتواجد معكم أنا رائد حكم دمتم في حفظ الله وأمنه وإلى اللقاء موسيقى